إذن انتهى هناك أمر مهم تحدث عنه وياه ما سماه الاستشهاد السياسي استشهاد سياسي ما بين القوسين مش تمشي ترى ما الذي يقصد به هو تحكلم قال الأول يضحي بنفسه من أجل أن يتحر بلده يضحي بنفسه من أجل أن يحمي بلده والحالة الثالثة هي الاستشهاد السياسي في نظري بناء على دراسة نفسية لأحمد أويحيا أحمد أويحيا على مدار تاريخه معروف بأنه رجل الأجهزة وأنه يطرد من الباب من النافذة ثم يعود إلى بيته ويلتزم إلى أن يعود من الباب الواسع فهو رجل دائما مسخر نفسه إلى الأجهزة عندما يتصلون به يأتي سريعا كأنه لم يحدث شيء ما يطرد كأنه لم يحدث شيء معناه أن ما يحدث له سواء بالطرد من المناصب أو حتى العقوبات التي تسلط عليه وأحيانا يعود إلى بيته ويختفي كلها أويحيا في نظر أويحيا وفي نظر مخيانه وإستشهاد سياسي لكن هل تصور أويحيا يوما أن ما يحدث له حاليا من محاكمات وشاهدته صوره في جنازة شقيقه يعني كيف ظهر ضعيفا هزيلا كأنه يريد أن يستعطف جهات ما في حين أثناء المحاكمة يظهر بقناع آخر حتى أنه في المحاكمة الأخيرة تحدى أدى وقال للقاضي أنه لو يعود به الزمن إلى الخلف سيفعل ما فعله وطبعا هذه فيها رسالتان الرسالة الأولى أنه يريد أن يظهر نفسه أنه لم يخطئ ولم يرتكب أي ذنب عندما تجلس أمام القاضي وتقول لو يعود به الزمن وهذا الشيء الذي تريدون إدانة عليه سأقوم به لا سأعيد أقوم به معنى أنه غير مجر أو الأمر الثالي كأنه يكابر يكابر ويريد أن يقول إلى أطراف أخرى يعتقد بأنها ما زالت تعمل لنهاية هذه المرحلة الاستشهادية على حد ما يمكن أن توصف أنه رشو القول